أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إسقاط مسيرة حوثية فوق المياه الدولية بالبحر الأحمر وأوضحت القيادة في بيان لها أن السفينة لابون هي التي أسقطت المسيرة دون إصابات أو أضرار وأضاف البيان أن تعامل السفينة لابون يأتي انطلاقا من مبدأ الدفاع عن النفس حيث كانت المسيرة بجنوب البحر الأحمر بالقرب من العديد من السفن التجارية في البحر الأحمر أيضا أعلنت هيئة عمليات تجارة البحرية البريطانية تلقيها تقريرا عن اقتراب ستة الزوارق من سفينة تجارية على بعد قرابة خمسين ميلا بحريا جنوبي شرقي مدية المخى اليمنية وأضافت الهيئة أنه لم ترصد أي أسلحة أو أي تقدم لقوات التحالف للمساعدة وكشفت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري عن تلقيها تقريرا عن حدث أمني بحري في منطقة باب المندب بالبحر الأحمر دون ذكر تفاصيل ما زال الواقع في البحر الأحمر مستعرا وما زال الاستهداف والاستهداف المقابل بين الحوثيين وبين السفن أو التحالف الدولي في تلك المنطقة قائما لذلك إياد الموسم من اليمن يضعنا في تفاصيل ما يجري في البحر الأحمر إياد أهلا بك إذن البحرية البريطانية تتلقى تقارير عن اقتراب ستة زوارق من سفينة تجارية قرب اليمن وهناك أيضا تقارير أخرى أمنية عن مواصلة إسقاط مسيرات حوثية في البحر الأحمر ضعنا في التفاصيل لديك إياد في الحقيقة رعد لازالة الهجمات الحوثية مستمرة على السفنة التجارية في البحر الأحمر في الأمس كما تحدثت في خبرك هناك حادثين حادث اقتراب ستة قوارب من سفينة تجارية في باب المندب وهرعت السفينة لإنقاذها واستجابت لإنذاء الاستقاثة من قبل هذه السفينة المرة عبر الطريق الدولي أو الممر أو المياه الإقليمية الدولية كان هناك هذه الستة القوارب التي اعترضت السفينة إلى المسافة ميل بحري وبعدها بحسب بيان العمليات البريطانية أنه تم تطهير المنطقة لكن لم تورد تفاصيل عن كيفية تطهير المنطقة من هذه القوارب هل هي غادرت أم تعرضت لضربها لأن ليس لدينا الكثير من التفاصيل بهذا الشأن لكن هذا بحسب البيان الذي تم توزيعه أو نشرته هيئة التجارة البحرية البريطانية في المقابل بعد هذا الحادث كان هناك طائرة مسيرة تم اطلاقها باتجاه السفينة الأمريكية التي ترافق هذه السفن أو تعمل على حماية السفن المرة في البحر الأحمر وما بالمندم قالت المركزي الأمريكي أنها أسقطت طائرة مسيرة كان الحوثين في الأمس لديهم اجتماع كبير في الحديدة من بينهم ما يعرف أو ما يسمى برئيس المجلس السياسي مهدي المشط الذي تواجد هناك في المدينة وحدث اجتماع كبير بين القيادة الحوثية يعني هناك استعدادات حقيقة مكثفة لمواجهة ربما تحدث هناك لديهم تقارير بأن كثيرا من الزوار أيضا الحاملة الطائرات الأمريكية وكثيرا من السفن البحرية والحربية المتواجدة في سواحل البحر الأحمر والمقابلة للسواحل اليمنية بمعنى أن الأحداث ربما تتصاعد ويعني أحداث خطيرة إذ ما كفت عن الوجوم نعم الأحداث الخطيرة تترى في المنطقة ونرجو من الله السلامة للأهالي في اليمن أياد الموسمي بالتأكيد تفاصيل أكثر في قابل الأيام حول هذه المواجهات واحتمالية التصعيد كما تقول شكرا لك أياد الموسمي ورحمة القاهرة الإخبارية من اليمن